نورة رح نبلش أولى فقراتنا على اليوم مع الإدارة والتنظيم مثل ما بنعرف الإدارة هي فن وتنظيم وهي مهارة يمكن من خلاله إدارة أعمالنا أو مشاريعنا وحتى ممكن نزير فيها مؤسسة أو شركة بطريقة ناجحة عبر الوصول إلى الهدف يلي نحنا بدنا يعه ويلي نحنا مخططين لأله اليوم رح نتعرف على المهارة الإدارية لتحقيق النجاح في أي مشروع وأي هدف والأهم كيف فينا أن نطور هذا المشروع لنوصل إلى الهدف بصرنا الرحب بدافتنا رزان شمسين مدربة في مجال التطوير الشخصي والتنموي والمؤسساتي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وأهلا وسهلا يسعد صباحك حلا لما نقول المهارة الإدارية أو المهارات الإدارية حلا نحن شعب عربي تلاقي أغلب الوظائف في جزء إداري كبير حتى يعني بعد الجامعة دائما تخصصات أغلبها إدارية فلما نحكي بالبداية أنه قدش الشخص لازم يكون عنده مهارات إدارية جيدة خلينا نحكي بالبداية شو يعني مهارات إدارية؟ المهارات الإدارية هي مجموعة المعارف والخبرات والإدارات الشخصية يلي بيمتلك الشخص هلأ طالما عم نحكي إدارة فهي يلي بيمتلك المدير أو القائد بتساعده على إنجاز مهامه بتساعده على أداء واجباته ضمن العمل ليش لحتى نقدر نحقيق أهدافنا ونشتغل بظل هالبيئة يلي كلها تحديات عنا تحديات كبيرة وكثيرة فهي مجموعة القدرات الشخصية يلي بيمتلكها كل إنسان لحتى يقدر ينجز المطلوب منه من مهام وواجبات صحيحة رزعان ذكرت نقطة كتير مهمة يمكن نحن عم نواجه تحديات وصعوبات ولكن دائماً ليس كل حدا بيدير شي فهو أهل إنه يديره لازم يكون فيه عنده صفات داخلية يمكن أو شخصيته ليقدر هو يكون قيادي بالنسبة لأنه مثل ما نعرف المدير هو قدوة أي مدير هو قدوة لازم تكون عنده شخصية مميزة عن غيره خلينا نحكي كيف فيه يكون المدير ناجح شو لازم يكون صفات شخصية بتتوافر فيه ليكون ناجح خلينا هيك نستخدم مصطلح القائد الإداري الناجح بداية هو الشخص يلي بيقدر يوجه المرؤوسين بأي مشروع بأي شركة بأي مؤسسة على الخط الصح الأهداف الصح بيحطهم على الخط الصح لحتى يحققوا أهداف صح بالإضافة لهذا القائد الناجح هو شخص مؤمن بالفريق مؤمن بالأشخاص اللي عم بيشتغلوا معه فهو شخص بيقدر يبني ويعزز ويدعم قدرات هذول الأشخاص لحتى يقدروا بالنهاية يحققوا أهداف المؤسسة بلإضافة لأهدافهم الشخصية ضمن هالمكان اللي هنين عم بيشتغلوا فيه فمع كل هاد فيه معنى شي بيمشي معنا على الطريق هو التحفيز والتأثير فالقائد الناجح هو شخص محفز هو شخص مؤثر بعمله بالعمل مع الفريق حكيته مكنيات جداً مهمة فيه أشخاص بتلاقيهم فعلاً قائد ناجح مدير ناجح بيعلم يعني بمكان عملي بتلاقي فيه أشخاص تيجي مكانه منه أهل يعني بتقلك بفترة معي يعني مع هيدا المدير كان شغلي أحسن كنت عماتي أكتر حي فيه أحياناً النمازج بتجي من الإدارة أو المدراء القيادة الإداري اللي فقط متمسك برأيه يعني كمان هي بتأثر بآلية العمل شو اللي بيميز يعني الإداري الناجح أو المدير ناجح عن آخر يعني آلية مثلاً التواصل أو طريقة مثل ما قلنا المهارات الإدارية حتى بتلاقي المحيط يعني بتلاقي المحيط هو الأساس بيأثر إذا كان فعلاً المدير ناجح قادر مثلاً يعمل تشاركية بتلاقي شغل منتع فيه كتير مثلاً صغرات بتلاقينا نحن بالشغل فيه ناس بتلاقيها كتير بتحب الشغل عندها شغف كتير كبير فجأة خلص ما عد بتتطعطي ما عد بتشتغل لأنه بالأخير الموجود ضمن هاي الإدارة بينعيك السلبي يعني خصوصاً الأمور الشخصية في عندك الواسطة في عندك مثلاً المرأة لما تكون ناجحة والمدير يكون رجل فيه كتير مشاكل بتواجهنا فعلاً بالعمل من خلال فعلاً المدير الإداري الناجح خلينا نفوت هايك شوي بتجارب بدنا نقول شخصية كل أياتنا عنا تجارب شخصية وعم نشتغل يعني أنا بعتبر هالعشرين سنة تجربة شخصية بمناصب إدارية متعددة خفص سنين متعددة الحقيقة إيمان المدير أو القائد بالأشخاص اللي هو عم بيشتغل معه هون من هون نقطة البداية وقت بيكون فيه إيمان من القائد تماماً بيكون القائد مؤمن بالناس اللي عم بيشتغلوا معه هلأ بس يبلش يكون عنده إيمان فيهن بيبلش يشتغل على شي مهم كتير ونحن بيحاجته كتير بسوريا بعد هالعشر سنين بناء الإنسان اليوم القائد الناجح هو اللي بيبني الإنسان يلي هنحواله طبعاً أكيد بالتأكيد بالإضافة لبعض المهارات اللي لازم يمتلك هاد القائد وهلأ ممكن نحكي عنه شوي تماماً هي المهارات الإدارية يمكن نقاط يمكن أنت وضحتية وأضقت عليها ولكن كيف فيه أو شخص أو لأي حدا مستلم مثلاً مؤسسة مستلم حتى إدارة البيت بده مهارات يعني حتى الأب هو مدير بالبيت نحن عم نحكي حتى على الأب عن جد قديش يعني لازم يكون عنده ملكة بتطوير مهاراته مرونة بتطوير مهاراته هلأ نرجع من قائد الناجح شخص هو بده يطور الآخرين مؤمن فيهم بيقدم لهم الدعم بيعطيهم تجاربه بيكون الرول مودل لإلهم يعني بيكون هو المثل لإلهم هلأ المدراء أو القادة الناجحين بيمتلكم جموعة من المهارات بيعطيهم يتكيفوا بحسب البيئة يعني مثلا بيكون شخص خلينا نقول بمكان ويمتقل لمكان آخر قدي لازم يكون عنده هيك شوي يقدر مثل ما بيقولوا وما حطيتي بيرن شوي كتير شوي كتير أكيد المدير الناجح يعني اليوم إذا أنا بروح على شغل ومديري ما عم بيقدر يتكيف مع تغيرات هلأ حكينا قبل شوي بتعريف لما كنا عم بنقول شوي يعني مهارات المهارات هي قدرات شخصية بتساعد الشخص لحتى نقدر نمشي نحو الهدف في ظل التحديات تحديات الكبيرة والكتيرة والتغيير هو واحد من أهم التحديات والتغيير هو الشي ثابت الوحيد يعني نحنا كل يوم في عنا متغيرات جديدة كل يوم في عنا معطيات جديدة بالإضافة لإمتلاك هذا القائد أو المدير مجموعة من المهارات المعينة والمختلفة متنوعة من المهارات التقنية للإنسانية للفكرية وبتنوع أشكالها وممكن نحكي عنا بتفصيل شوي طيب حضرتك مدربة للتطوير الشخصي كما قالنا والتنوع والمؤسسات اللي هي المقطة الأساسية يعني نحنا نتصلك 20 سنة فينا نقول بهذا المجال دائما نحنا نتهم أنه مؤسساتنا بعدها يمكن هذا المجال المؤسسات الحكومية ما نفايد فيه بشكل كتير كبير يعني ما عندك هيدا مثل ما قلنا المهارات الإدارية المتطورة بعد العالم تشتغل على النمط القديم شو يلزمنا اليوم ليكون فيه أن التطوير مؤسساتي ناجح خلينا نحكي على كل القطاعات لأنه اليوم مؤسسات شركات بكل القطاعات هي بحاجة لأشخاص ليديروها فاليوم الأساس هو الإنسان بإدارة هاي المؤسسات أو هاي المشاريع نرجع للنقطة الأساسية هو الهيومن هو الإنسان يلي هو عم بيدير كل هالنشاطات وكل هالأعمال يلي هي بده تحقق أهدافها المؤسسة مين عم بيحقق الأهداف؟ نحن ناس هي اللي عم تحقق الأهداف الإدارة بمختلف المستويات تبعا فاليوم المدير لازم يكون شخص عنده مهارات تقنية هاي المهارات تقنية بتساعدوا على إنجاز أعماله يلي مرتبطة بالعمل اللي عم بينجزه على سبيل المثال مهارات المحاسبية مهارات تسويقية الهندسية إدارة المشاريع إدارة العمليات هاي كلها يعتمد مفروض يمتلك الشخص يلي موجود بهذا المكان لما نقول مدير تسويق فإذا المهارات التقنية اللي لازم يمتلكها هي مهارات تسويق كيف بيحصل عليها؟ من خلال تحصيل علمي من خلال شهادات العلمية يلي بيوصل بالإضافة لإنه مهارات خلينا نقول مهارات الإنسانية المدير شو ما كان منصبه الإداري هو فرد من هاي المؤسسة أو المنظمة اللي عم بيشتغل فيها فهو كل المهارات اللي بتساعدوا إنه يتعامل مع الأشخاص كفرد من المؤسسة سواء كان جزء من فريق جزء من هالمؤسسة مش مالكة أبدا يعني هون ما يكون هو يعتبر حاله جزء من الفريق مش هو مثلا المالك أو الأمر الناهي صحيح أكيد حتى ببعض الشركات إذا بدنا نحكي المتوسطة والصغيرة في عنا الأونرز أو مالكي الشركات حتى هدول مفروض يكون عندهم هاي المهارات اليوم هنعم يديروا فريق وهذا الفريق عم بيشتغل على أهداف معينة فمهارة العمل كفريق مهارات تواصل فعال بالإضافة لنقطة كتير مهمة لازم المدير الناجح ما يغفلها اللي هي القدرة على تمكين الآخرين التمكين هاي نقطة مهمة مش تكسير الآخرين هي التمكين الآخرين بناء قدراتهم لحتى اقدر بعد فترة معينة يسلموا مهام معينة يلي نحنا بنسميه عملية التفويض بالنسبة للمدرع يعني رزان نحنا حكينا اليوم بفقرة هدول النقاط ولكن نحنا لازم نتوسع أكتر لأنه تماما نحنا وقتنا خلص للأسف ولكن دائما الإنسان الأكفو مو بس بشهاداته العلمية وأيضا مثل ما قلت بإنسانيته وبمهاراته أكيد وبقدرته على التعامل مع أي شخص كما منعليك مثل ما منشوف بالشارع أشخاص عندهم اختلاف بالرأي كما لازم تقبل الرأي والرأي الآخر هو جدا مهم بدنا نتشكر معلوماتك جدا رزان وقلنا وقفات تانية إن شاء الله بمواضيع تانية شكرا لألكون شكرا للجميع شكرا لأيك المدربة رزان شمسين المدربة بالتطوير الشخصي والتنموي والمؤسساتي قلت لي مثل ما قلت لي بناء الإنسان ودعم الإنسان هي أهم لقطة بنجاحي شكرا لأيك شكرا لألكون